السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ينسيكم بالخير جميع بنتكلم اليوم عن مشكلة تمر في بعض أصحاب الامباكت اللي هو خروج الهواء من الجهة هذه خروج الهواء من الجهة هذه يضايق الشخص اللي يحط اللي يرمي ويحط خده على الخدة هذه يطلع الهواء دائماً عليه من الجهة هذه وما يدري بالضبط وين مكان الهواء هذا اللي يجي ثلاث أسباب رئيسية الخروج الهواء من المكان هذا مكان المحالة السبب الأول اللي هو الربلة الغولة السبب الأول ما هو السبب الأول هذا يعني أول سبب قصدي بنذكره اللي هي الربلة هذه الربلة هذه لما تكون في البندق بالشكل هذا بالشكل هذا وتكون مقطوعة أو فيها جرح الربلة فيها جرح ومقطوعة الهواء اللي يجي هنا عشان يدخل في الفتحة راح يضرب في النحاسة من هنا كلها في الجزء هذا كامل حتى إلى اللي فوق اللي يرده لا يطلع الربلة هذه والربلة هذه الربلة هذه لو تنجرح يمكن تشوفون أنتم الجرح هذا لاحظتوا هذا لا يؤثر ما يؤثر يصير خروج الهواء مع الجهة هذه قدام لكن تكلم عن الربلة هذه الربلة هذه إذا جاء فيها جرح مثل مثل الجرح هذا لاحظتم لاحظوا الجرح هذا شوفو واضح لو جاء الجرح هذا هنا راح يطلع الهواء من هنا وبالتالي يطلع من هنا ويضايق اللي يرمي طبعا أسبابه أن السبطانة تكون مع البندك تكون مهم سنترة ويجي على جنب الربلة وتجرح من جوه الحديد فالأفضل دائما أنه يوضع لها سيلك خفيف مسحة مسحة فقط لعجل تسهل دخول السبطانة في مكانها الأساسي السبب الثاني للخروج الهواء من هنا اللي هو الربلة الداخلية اللي هي خلنا نشوفها هنا اللي هي هذه تشوفونها السودة هذه شفتوها الربلة هذه إذا طلعت من مكانها هي غالبا ما تخرب ما تنجرح لكن الغالب أنها تطلع من مكانها أكبر مسبب الخروجها من مكانها أن السبطانة ما تكون بالشكل هذا تكون متقدمة ويرمي الواحد والبولت ما دخل بالكامل في النحاسة فيطيرها أو أنه مثلا تكون النحاسة الغيار 6 ويدخل فيها بولت 5 ويطيرها لأن إذا كان البولت داخل في النحاسة صح ما تطلع الربلة كذلك من الأسباب في تلف الربلة الداخلية وخروج الهوى منها من هنا بعض البولتات التي تم التعديل عليها تصير لها زي الشنكار كذا فلما ترجع في الذراع كذا للخلف بالشكل هذا يسحبها يسحبها البولت للخارج كذلك من الأسباب أن الواحد يرمي مثلا يرمي بالشكل هذا وهما ما كمل البولت يعني على طرف زي كذا هذا هو السبب الثاني في خروج الهوى من هنا إذن قلنا السبب الأول الربلة هذه هذا رقم واحد رقم اثنين كذلك النحاسة من داخل الربلة حقتها السبب الثالث اللي هو القطعة هذه إذا تشوفونها من هنا القطعة الصغيرة هذه في خلفها ربلة من داخل الربلة هذه إذا كانت مضغوطة على طرف أو مقطوعة يطلع الهوى من هنا يطلع الهوى من هنا لاحظتم؟ طيب كيف نعرف مصدر الهوى أول ما نختبر القطعة هذه نجيب مثلا القرطاس هذا نحطه جوه كذا بالشكل هذا ونمسكه مع الطرفين بالشكل هذا نعشق البندك طبعا النزل عن النحاسة لاحظوا النزل عن النحاسة ونخليه كذا ماسك بالشكل هذا ونسحب الأقسام ونرمي لو انشقت الورقة انشقت بالوسط معناها إن الهوى يطلع مع الطرف هذا مع الجزء هذا اللي هي قطعة استيلة هذه إذن هذه قلنا ثلاث أسباب وهذه طريقة اختبارها طيب لو بغينا نعرف هل أول ما نختبر هذه إذا تجاوزنا هذه فما فيه إلا الصبطانة الصبطانة ما يحتاج أنك تروح تختبرها طلعها برا وشف الربلة الخارجية اللي هي هذه افحصها إذا هي سليمة فخلاص ما فيه إلا الربلة الداخلية فاتطلعها وتغييرها في ربلة ثانية طبعا موضوع تغيير الربلة هذه وموضوع تغيير ربلة النحاسة اللي جوه واللي بره راح إن شاء الله نفرد لها فيديو خاص لكن حبينا نبين طريقة اكتشاف التنسيم من الثلاث أماكن حبي